هنتكلم في الفيديو ده عن خيارات فاطورة البيع. ما نفتح فاطورة البيع كده. شما مش عايزة دي فاطورة على حاجة. آآ في عندنا فوق هنا خيار اسمه ايه? آآ طباعة بعد الحفز. طباعة بعد الحفز ده انا مكوننا بتكس زر الطباعة كان بيه بيجيب لي خيارات الطباعة. لكن لو انا اتكس زر الطباعة بعد الحفز علمت على دي يبقى اول ما احفز هو هيقوم طابع. وطابع مباشرة على الطبعة بدون السؤال. آآ تسلسل تلقائي. كل مرة بيسألني على المستند. لو انا محدد في الصلاحيات السؤال عن المستند. آآ تسلسل تلقائي مع ان انا هاجي في اول آآ في اول فاطورة شغال فيها دلوقتي. وهم كاتب مثلا ايه? خمسمية. طيب. حاجة انا معلم تسلسل تلقائي. هاجيضي في بعدها يبقى خمسمائة واحد خمسمائة واثنين خمسمائة وتلاتة وهكذا. طيب تلقائي الواحدة دي هيخليني ما اسألش عن الكمية. هو تلقائي احطي الكمية واحد وانتقل للسطرة اللي بعد. واحد وانتقل للسطرة اللي بعد. زي زي نظام الكاشير كان. طيب. آآ نشوف آآ الخيارات اللي هنا. هي نفس الخيارات اللي فاطورة الشرع. ولكن هتفع هنا انها بدل تحميل من اذن صرف بدل تحميل من اذن اضافة. يعني امين المغزر عمل صرف. وعدين انا عملت به ايه? فاطورة بيع. آآ. آآ في حاجة تانية ما البحث. البحث. ده ان انا ابحث اه اجيبه اقول له من فاطورة من فواتير من يوم كزا ليوم كزا. عرض جاب لي ايه فواتير. دع بالكلام ده لو بحب حس عن ايه? عن فواتير. طب لو انا عملت حركة مغزنية. هي بقى هيجيبلي بحث. بس عن الحركة الحركة المغزنية الخاصة بالفواتير بلو عرض خاصة بالفواتير ولكن برضو بتكلمينا على حركة المغزنية يعني ظهر معي الصنف. الصنف والكمية وكده. لكن لما كنت هنا بقول له فواتير هنزهر معي العميل واجمال الفطورة. مش اصنافها ايه? اه واقدر طبعا ابحث بمنطقة بمندوب. اه بحساب عميل. يعني انا ما عملت هنا دي. يعني لي فلش كده? هجيب لي ايه? حسابات العملة. ممكن اختار اكتر من عميل كده كده? واقول له ايه? عرض يجيب لي حسابات الفواتير الخاصة بالعملة دولا او بالمناديب دي او كده. اه واقدر اطبع الفواتير دي. واطبع لها اذن تسليم مجمع. اذن اذن سليم مخازن يعني مجمع. اه يعني اه اشارة خيارات لها كده. وعمل عليها دبل كليك كده. اه اه يجيب لي الفطورة. اه نفس طريقة البحث دي هي مجولة في المشترايات وفي مردود البيئة وفي مردود المشترايات. يعني دي فكرة سريعة برضو كده عن اه خيارات فطورة البيئة.